وفد الهيئة العلية للمفاوضات سيغادر غداً جنيف ولن يعود إلى جنيف إذا لم يكن هناك تحقيق للمطالب الإنسانية للشعب السوري نحن نعلم تماماً أن هذا النظام الذي أفشل مفاوضات جنيف في عام 2014 سيتبع نفس الإسلوب ويفشل هذه المفاوضات ولكن جاءت الاستجابة والحضور إلى جنيف بالنسبة للوفد المفاوض للإثبات للعالم مرة ثانية وثالثة أن هذا النظام لا يؤمن بالحل السن لا هو ولا حلفاء الآن نحن نتحدث في 4 فبراير 2016 لغاية هذا التاريخ لم ينفذ أي شيء من هذه الفزامات الإنسانية التي وقعت عليها الدول المعنية وخاصة روسيا كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على هذا المجتمع الدولي أن يوفي بالتزاماته لوقف هذه الجرائم ولوقف جرائم الحرب كما وصفها السيد بن كيمون ترجمة نانسي قنقر